اشتركوا في القناة وعاش فيه غير سنتين لأن قصنطينة سقطت بيض الفرنسيين عام 1837 ميلاد ويقدم القصر مثالا نادرا لحدائق داخلية شبهة بالمنازل المغربية المعاصرة حيث أنه هو القصر الوحيد اللي تبنى على حديقة في الجزائر باستثناء قصور القراوية تقدر مساحة القصر في 1600 متر مربع ونلقاه في الطابق السفلي 121 غرفة و500 باب وطاقة مبنيين بالخشب وحوالي 27 رواق بشي تهوى القصر و250 عامود من الرخة وفيه ثاني في نار رئيسي محاطب خمسة أقواص تتجسد في القصر عدة تقاليد وترتكز على إرث عتيق حيث أنه تبنى على أنقاد المدينة الرومانية سيرتا وتنتظم بنايات القصر حول ثلاث حدائق مليئة بالأشجار وكانت تحتوي على كثير من الحياة والناس العريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر